حرب جديدة تقرع طبولها في اوروبا وهذه المرة الناتو في قلب المعركة فبينما تغى صوت الحرب الاوكرانية على العالم اوشقت منطقة البلقان على الانفجار فهي القنبلة الموقوطة التي قد تشعل العالم مجددا فبينما تقف كسوفو مدافعا شرسا عن اوروبا اختارت سربيا لعب دور المهاجم لاوروبا فمن ينتصر في صراع البلقان النزاع بين كسوفو وصربيا عمره اربعة وعشرون عاما فمنذ اعلان الانفصال عام الف وتسعمائة وتسعة وتسعين ورغم اعلان استقلال كسوفو في الفين وثمانية تصر بيلجراد ان تعدها جزءا منها كما تدعم اقلية سربية تعيش في كسوفو ما وضع المنطقة على جمر بسبب كابوس الماضي الممتد من عشرات السنين في اوائل ديسمبر الماضي اقام السرب الذين يعيشون شمال كسوفو حواجز على الطرق احتجاجا على اعتقال شرطي سربي ما ادى الى اغلاق معبرين حدوديين مع سربيا تبعها تعرض كسوفو لثلاث هجمات بالاسلحة النارية ثم مهاجمة شرطة الاتحاد الاوروبي في المنطقة نفسها بقنبلة صوتية التوترة الاخيرة شمال كسوفو تصاعدت مع اعلان بريشتين عزمها اجراء انتخابات في البلديات ذات الغالبية السربية بعد استقالة المسؤولين المنتخبين وضباط الشرطة السربة في هذه المنطقة ومع تجدد الصراع اضطرت السلطات لتأجيل الاقتراع حتى ابريل المقبل ساحة للحرب بين روسيا والغرب هكذا تبدو منطقة البلقان فموسكو تسعى الى تهديد امن اوروبا من خلال تأجيج الصراع بين سربيا وكسوفو وسط سؤال طرحه بوتين يفقهه فقط المراقب لعقل القيصر استساءل لماذا سمح الغرب لكسوفو بالانفصال عن سربيا عام 1999 ورفض انفصال شبه جزيرة القرم واقليمي دونيتسيك ولوغانيتسيك العلاقة بين موسكو وسربيا ليست جديدة اذا استضافت موسكو العام الماضي تدريبات عسكرية مشتركة مع بلقراد سميت الدرع السلافية فضلا عن نزول الاف السرب الى الشوارع مع بداية الحرب على اوكرانيا دعما لبوتين اذ رفعوا لافتات كتب عليها دونباس هي روسيا كسوفو هي صربيا وفي ظل فشل الاتحاد الاوروبي في المفاوضات التي قادها بين كسوفو وصربيا واسماها سوء حظ يبدو ان الاوضاع في البلقان تتجه الى سيناريو اكثر التشاؤما منذ قبل فهل تتسع ساحة المعركة في هذه المنطقة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر